عام من عمر الحكومة الحالية مضى عام من عمر تحالفين ثلاثي تعاهد في برنامجه بتكريز دعائم الدولة الاشتماعية مع بداية الدخول السياسي يبرز إلى الواجهة سؤال الحصيلة حصاد تصفه الحكومة بالإيجابي من حيث تنزيل مشروع تعميم الحماية الاشتماعية وتحريك عجلة الحوار الاشتماعي وغيرها من الإصلاحات الحكومة أعلنت المواجهة والانخراط في إيجاد الحلول أعتقد بأن السلة للسيطاف الاجتماعي واضحة والسجل الاجتماعي الآن هناك تحرك في هذا الاتجاه القضية التعليم هناك حوار وطني سيشرف عليه وزير الحكومة في 23 من شتانبير أقول أن الحكومة سياقات اشتغالتها صعبة لكنها تملك الإرادة وتملك الجدية والسند الشعبي استمرار تدعيات الأزمة الوبائية وتأثير التغيرات المناخية وضغوطات الأزمة العالمية تحديات داخلية وخارجية واجهة الحكومة في بداية ولايتها والنتيجة بنظر أحزاب المعارضة سنة بيضاء غابت فيها النتائج وحضر فيها ضعف الأداء تدبير حكومي اللي يمكن تطبعاته واحد حالة منتظارية واحد حالة القلق خصوصاً في ظل واحد انتكاسة ورد جماعية وسياسية كبيرة كنشوف القدرة الشرائية للمواطنين اللي كينغلاء هذا نتيج على تدبير حكومي ضعيف في قلة كفاءات تدبير حكومي في غياب التنسيق يمكننا يخليه واحد هوة القلق وهوة منتظارية وتعيد الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل بالعمل على إخراج السجل للإجتماعي الموحد ومواصلة تأهيل القطاع الصحي وإصلاح منظومة التقاعد وتنزيل القانون الإطاري الخاص بالاستثمار كأولويات يصعب تأجيلها بين دفاع أحزاب الأغلبية عن إرادة الحكومة في التغيير وتشكيك أحزاب المعارضة في قدرتها على مواجهة أصعب السيناريوهات ملفات الشمعية واقتصادية عالقة تتطلب حسب مراقبين اهتماما أكبر لتجاوز تدعيتها على المستويين القريب والمتوسط فدو المرابطي قناة الغد الرباط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر